خلونا بقى نتكلم في الموضوع اللي حضرتكم أكيد مستنيينه من أول الحلقة سؤال الحلقة كان نحكي لنا عن طبق حلويات ما تقدرش تستغنى عنه هل ممكن تستغنى عن الحلويات والسكر عشان تحافظ على صحتك ده سؤالنا اللي استعرضناه ما حضرتكم مع بداية الحلقة خلونا دلوقتي نجاوب على السؤال ده بشكل علمي بقى أكتر هل نقدر فعلا نستغنى عن الحلويات والسكر لو عايزين نقل الأوزنة لازم نمنع الحلويات دي طيب هل إحنا لو عملنا ده لو منعنا السكريات تماما من جسمنا إيه البديل اللي ممكن ناخده سيئلة كتيرة قوي هنجاوب عليها النهاردة معضفنا اللي منورنا في الستوديو دكتور رامي صلاح الدين استشاري التغذية العلاجية اللي دايما بيفيدنا عن الدايت والتغذية أهلا يا دكتور أهلا بيك أهلا بيك يعني أنا في الأول قبل أي حاجة أنا هقرى لك التعليقات اللي الناس جاوبت عليها عشان نعرف إحنا بنتكلم في إيه ونرد على الناس إزاي نتكلم على توفيق صبحي الأول بيقول زي ما بيتكتب تحذرات على علب السجير من أضرار من الأضرار أنا كمان بقترح أنه يتعمل نفس السيناريو في محلات الحلويات وعلى علب الحلويات فيه كمان دكتور جهان المصري بتقول صباح الخير مني الإسماعيلية وهي يعني متابعة جيدة لينا بصراحة جهان بتقول أنها بتحب طبع البسبوسة والكيكة من والدتها وأختها ربنا يعفظهم بس يعني هيا في الآخر بتقول أن المهم يبقى بحدود وباعتدال لأن السكر لو زاد عن حده بيضر وربنا يعيش في مرضى السكر بشكل عام عمل زيدان بتقول الحلويات قدامها أنا ضعيفة جدا بالذات جهك العيد والبيتفور والبسكويت وعندي استعدادات أن يأكل منه طول السنة الاعتدال مطلوب دلوقتي بقى الاعتدال مطلوب عشان نحافظ على صحة الإنسان فبحاول أقاوم بقية السنة علي العمير بيقول أنه بيضعف جدا من ناحية الحلويات وخصوصا البسبوسة بالإشطاء وأم علي وبيعشقهم لدرجة أنه ما يقدرش يستغنى عنهم وكمان بالإضافة للكنافة ويسلام له الكنافة بالمانجة أعتقد الكلام ده كله يعني مخالف مخالف يعني إحنا خدنا كده يعني لمحة كده سريعا تعرفنا أن الكل بيضعف قدام السكريات خلينا أسألك الأول إنت بتضعف قدام السكريات ولا لا؟ السكريات إدمان زيها زي أي حاجة تانية ممكن تبقى إدمان فأنت لو وديت نفسك المساحة دي فطبيعي أنك لازم هتضعف لو بصينا لكل التعليقات اللي شفناها الناس كلها عارفة مخاطر السكريات ومع زيك بتتكلم عنها بمنتهى الحب ومنتهى النهم هي دي مشكلة السكريات هي دي الفكرة اللي ممكن إزاي الناس تخرج من عنق الزجاجة ده هي دا اللي احنا عايزين نوصله للناس إن هي في فرصة إنك تقدر تخرج من السكر ومشاكل السكر القصة مش كلها إنك توصل تبقى مريض سكر لا في أمراض كتيرة جدا مرتبطة بالسكر لأن الناس بييجي هو أنا باكل حالوات كتير فيروح يعمل تحليل سكر عشوائي مثلا ويلاقي نفسه كويس فيرجع يستمر في نفس المشكلة لا السيدات ممكن توصل سيداتي بقى عندها تكايز مبايض ممكن توصل يبقى مقاومة إنسولين الكبد الدهني حاجات كتير قوي أنت ممكن ما تشوفهاش في الأول مشاكل صحية ممكن ما تظهرش على السطح أعراضها بس سببها أكل السكريات بصورة شرسة تغير المزاج مرتبط بالسكريات يعني أنت الشخص اللي بتلاقي مزاجه متقلب دايماً هتلاقي علاقته بالسكريات علاقة قوية جدا الحاجات دي كلها ممكن ما بتسبب لكش حاجة كبيرة مثلاً زي مريض السكر من النوع التاني بس تبقى مشكلة تكايز المبايض بيبقى سبب إن السيدة ما تبقاش حامل بيحصل لخبطة في الهرمونات وبالتبعية مشاكل في البشرة مشاكل في الشعر حاجات كتيرة جدا الكبد الدهني تطورات فشل الكبد أو مشاكل الكبد ممكن تبتلي من كبد الدهني فالتطورات دي سببها في الأول السكر أنت بتبقى عارف هيا ناس تبقى معتقد أن السكر ده معلقة السكر تحط في كوباية الشاي لا في تفاصيل كتيرة جدا اسolve معلقة حتى بتجيب التانية في التالتة وباشرب كم كوباية الشاي ما هي الفكرة كلها هرمونات سعادة وإنسولين هرمونات السعادة مرتبطة فعلا بالسكريات بس على نفس الخط هرمونات السعادة مرتبطة بالرياضة صحيح هرمونات السعادة مرتبطة بالأكل الصحي نفس الفكرة بس هرمونات السعادة اللي بتيجي من السكريات بتبقى نشوة عالية جدا تمام وارتفاع الإنسورين انت بتوصل معاه مثلا لو هنقسمه درجات انت وصلت لليفل خمسة لليفل خمسة معاملته الإنسورين هيفضل دايما بيطلب منك انه يوصل لليفل خمسة وبالتالي لو وكلت المعلاقة السكر اللي هي توصله الواحد لا أنا عايزة اوصل لخمسة فهتفضل تاكل لغاية ما توصل لخمسة تحس بنشوة تحس انك مبسوط ينزل السكر للزير وانا عايزة ارجع اخد لخمسة فترجع تاني لتاكل سكر وهكذا وهكذا وبالتالي بيحصل زيادة الوزن وبيحصل مشاكل بقى خليني هنا اقول لحضرتك على حاجة لان في بعض الدكاترة بتوصي احيانا او توصي بفكرة اقطع السكر خالص في النظام الغذائي اللي بيعملوه هيك معه ده ولا ضد لان فيه خطورة لان انا جربت واحد بالناس لنظام ده مجرد ما برجع اقوله هيك مش اللي انا ادوء حاجة فيها سكر اشم ريحة السكر الكريفنج بيدرب معايا خلاص ما بتقدرش يتوقف فكرة القطع مرة واحدة دي من الحاجات الصعبة جدا في كل المشاكل الصحية اللي تخص التغذية اقطع مرة واحدة دي صابت بيحتاج ارادة قوية جدا وشخص يتحمل الشفت اللي حصل في الجسم او التغير اللي حصل في الجسم اللي انت بتخش بقى في مشاكل اكتئاب بسبب قطع السكر ودي بتاخد مرحلة ده ادمان بجد ده حقيقي بيوصل لأسبوع واكتر من أسبوع فانت متطلب ان انت تقدر تستحمل المدة الزمنية دي وده بيبقى صعب فانت ما بتوصلش لأسبوع عشر ايام بترتر ترجع بنفس الشرسة ويمكن اكتر برجع ازبت هي الفكرة كلها بتبتدي من الوعي وبعد كده بتمر بخطوات عشان تقدر تقطع السكر الوعي اللي هو ايه زي ما قلنا فيه فيه تعليق حلو قوي عجبني جدا اللي هو علب السجير ونبدأ نبص على السكر اول خطوة في قطع السكر انك تتابع السكر تتابعه ازاي انت بتروح تشتري منتجات اقلب ظهر المنتج ودور على كلمة شجر او دور على كلمة سكر هنا هيبدأ يخليك عندك وعي انا خلاص عرفت المنتج ده فيه سكر فانا هبعد عنه شوية المخبوزات مش هقرب لو الناس اللي هي ليه علاقة بالجوع اللي مرتبط بالحواس اللي هو لما بيشم مثلا ريحة مخبوزات بتعجبه فيجوع وهو شبعان فياكل وهكذا تبدأ تبعد عن القصة دي قطع السكر بيجي تدريجي يعني انت لو هتيجي مثلا انت شخص بيتعامل مثلا مع خمس معلق سكر تمام هي ادي اول خطوة انك تقطع السكر المباشر سكر الابيض لو بياخد خمس معلق سكر فانت عندك الخمس معلق سكر عشان تقطعهم عايزلك مثلا شهر ونص شهرين عشان يحصل قطع ان انت مثلا دلوقتي هتبدأ تتحكم في الكمية لو انا باخد مثلا معلقة على كوبات شاي كبيرة دكتور رامي معلش احنا سألنا الناس في الشارع بقى عشان نشوف قالت ايه لكاميرا صباح الخير عن يعني سؤال حلقتنا النهاردة لما سألنا يوم هل تقدروا تستخدع عن الحلويات والسكريات في حياتك اليومية خلونا نعرف اجابتهم ونرجع تاني نكمل الجزء ده عشان مهم اولي يلا بي يقولون في الامثال طعامك دوائك ودوائك طعامك والمواطنون الاصحاء هم اكثر رصيد لاي بلد يمكن ان يمتلكه سؤالنا النهاردة عن مخاطر الاكثار من الحلويات والسكريات وازاي نقدر نحافظ على اكسامنا هل تقدر تستخدع عن الحلويات والسكريات في حياتك اليومية لا لا طبعا الحلويات حاجة كويسة وبتساعد يعني مع الاكله كده يعني لا طبعا محدش يقدر استخدع عنها دي السكريات والحلويات ده عمصر اساسي للجسم لا طبعا دي السفاتر بيزبوسة الوقتي لا طبعا لا لان دي من الحاجات اللي هي بترفع السعرات الحرارية اللي في الجسم الانسان لازم الجسم ياخد نسبة من السكريات في الجسم الحلويات مطلوبة بحبها جداً بحب الشوكولاتة والبسبوسة إيه أكتر حلويات وسكريات بتحبي تاكلها في اليوم وإمتى بتاكلها بتقريباً يعني كل الحلويات والسكريات بس ليه المركات كلها البسبوسة طبعاً والشوكولاتات كلها طبيعي ممكن بسبوسة كنافة كل حلويات عامة يعني بسبوسة وكنافة والحاجات دي حلوات الشرق طبعاً أنا بفضل البسبوسة عامةً إيه عني؟ بالمكسرات أو بالفزق أو بالبندق البسبوسة والكنافة وجلاش بس عسل حاجة زي شوكولاتة حاجة زي كده هل شايف إن فيه مخاطر من قطر أكل الحلويات وسكريات ولا إيه؟ أيه السم لا طبعاً فيه مخاطر لأنه بتجيب السكر بتجيب ضغط وترفع أمراض كثير معينة والواحد لازم يعتدل في الأكل الحلويات وأكل السكريات هو طبعاً الحلويات كترها بتتعرض للواحد أمراض سكر والحاجات دي يعني يعني بصراحة الموضوع علمي مش عارف لكن أنا بحب يعني يومين ثلاثة في الأسبوع أفطر بسبوسة حلويات إن لو واحد لو مريض سكر السكريات تتعبوا مخاطر السم الأبيض اللي هو السكر والملح لا دا يكتر ولا دا يكتر قل لي لو أنت في الشارع وجعان جداً هل هتفضل أنت تاكل حلويات أو سكريات ولا تاكل واجبة غزائية متكاملة؟ لا واجبة غزائية لا والله ممكن أجيب واجبة غزائية كده خفيفة بس لازم برضو معها حلويات وكده يعني لا أكل واجبة غزائية كاملة طبعاً لأن الواجبة الغزائية لها تفيد ما تفيد جسمي في الصيف طبعاً البسبوسة أو الحلويات أفضل يعني نحن بيبقى السكريات كتير طبعاً الحلويات دي بتتعوض خلينا أسألك إزاي بتقدر تحافظ على جسمك؟ ماشي كتير طبعاً ماشي كتير ورياضة طبعاً مرسط الرياضة ده شيء ضروري عند أي إنسان في الدنيا بقل كل نص أكلة ما أكلوا أجبات معينة ما ما تكترش في الأكل يعني نؤدي جسمي بالضبط وبلعب رياضة وكده يعني التعليقات كلها بتقول مفيش مفرع كله بيحب الحاجات المساكلة كل ناس عارف أدراره بك أنا بقول لك قلتلك الوعي دلوقتي خليت الناس عارفة الضرر بس للأسف إن الناس مش عارفة تأخروا من مشكلة الإدمان السكر وحب السكريات بأشكالها المختلفة بقى لأن أنت عندك السكر في كل حاجة دلوقتي في المخبوزات في العيش في الحلويات في المنتجات المعلبة فالسكر حواليك في كل حاجة لأن زي ما قلتلك مرتبط بالسعادة فأنت بتاكل حاجة بتحس إنك مبسوط فبترجع تطلوبها تاني وترجع تكلها تاني وفي نفس الوقت بتمد الجسم بالطاقة لحظية فأنت كل اللي عايزه بيحصل في وقت معا لكن بعد كده هي الناس ما بتدركش ده اللي الناس دلوقتي بتفكر فيه ويعرفة إن السكر ليه ضرر بس هي الناس مستوعبة إن السكر مريض سكر يبقى مريض سكر من النوع الثاني لا المضاومة مشوش كده لو أنا ما بقيتش مريض سكر فأنا لسه في الأمان زي الفقول أنا كده أمان لا أنت عندك بلاوة كتيرة جدا من أول زي ما قلت لك تكاس المبايض مقرن بمقاومة الإنسولين سمنا كابت دهني كل دي حاجات تحليل دهون السلسية تحليل دهون السلسية دايما علاقته بالكربوهدريتس اللي هي من ضمنها السكريات الناس ما تعرفش القصة دي دهون سلسية فأنا باكل دهون لا أنت سادتك بتعقف النشويات وبتعقف الكربوهدريتس وبتعقف السكر هي دي القصص دي أمراض كبيرة على فكرة يعني السكر ده ممكن يبقى سبب لأمراض القلب مش شرط يبقى مباشرة أنك بتاكل سكر فانت بتالي هتبقى عندك مشاكل في القلب ولا لا لا السكر يحصل بعد كده تركم للدهون في جدران الشرايين يحصل مشاكل للقلب ضغطك يعلى مرة واحدة يحصل نزيف داخلي أو أي حاجة الموضوع بدأ بمعلاقة سكر انتهى بمشاكل قلب شارسة هي دي الفكرة لو جسمك بيسعفك وانت لسه شباب فهمش يسعفك قدام ودلوقتي التحديات اللي بتقابل الجسم مش زي زمان دلوقتي الأمراض بقت كتيرة جدا فيروسات بقت كتيرة جدا وفي كل حتة والتلوث بقى في كل حتة فطبيعيا الجسم لازم يبقى عنده سلاح قوي يقدر يدافع فانت كمان بتديله سكر وتديله مشاكل تقاوم القصة دي كلها دي بتبقى مصيبة كبيرة في بعض الحقن الموجودة دلوقتي في السوق بتنوب عن الإنسولين وفي بعضهم خد أبطوف من الاف دي اي انه ينفع الناس تستخدمه كدوة تخصيص هل ده بيأثر سلبيا على السكريات في جسمنا فبالتالي على البانكرياس مثلا خلينا نقول ان دي طفرة في علم التغذية يعني عمتا ان اتلاقي دوة بيتصنف ان هو دوة تخصيص فدي حاجة كويسة جدا فدي خلينا ان احنا بنتعامل مع الكاتجري ده من الحقن بصورة أمان شوية بس هل يبقى انا اقدر اروح الصيدلية اقول انا محتاج الحقنة دي عشان ابتدي اخذ الجرعات بتاعتها هنا المصيبة الكبرى لان انت بالسهولة جدا الناس بتبقى زي ما قلتلك يا معتقد ان السكر العالي هي المصيبة لا السكر القليل مصيبة اكتر يعني الهايبو جليسيميا دي مشاكلها واضرارها والاعراض اللي ممكن تظهر عليك اشرس بكتير فبالتالي التعامل معها بعشوائية بيبقى مضرر لازم تحت الشرف طبيب لازم تحت الشرف طبيب لان انت بتاخد جرعات وجرعات منتظمة في منها بعض الحقن بتتاخد اسبوعيا وفي بعض الحقن بتتاخد يوميا وبجرعات بتبتدي من اول ربع ملي جرام بتوصل لغاية واحد ملي جرام فانت التدرج ده لازم دكتور عشان يقدر يحدده لك عشان تقدر توصل في الاخر انك تخس صحتك تفضل كويسة البنكرياس ما يتأثرش على المدى البعيد الحاجات دي كلها تفضل كسبان انت تخرج من التجربة كسبان لكن عشان تبدأ تستعيد عن جسمك وعن نظامك الغذائي بالحقن وده بتبقى لها نوعية معينة من الناس يعني مش كل الناس يعني ما ينفعش حد مثلا ميزانه فضله 3-4 كيلو وابدأ اقول ان انا محتاج ان انا اخذ الحقن دي وافكر في القصة دي لان انا ممكن اقول شخص ميزانه كبير وحتاج زقة معينة في وقت معينة والحقنة دي بتبقى مؤثرة فترة زمنية ولا شغالة معي طول ما انا ملتزم على خطة تغذية سليمة معها لان في بعض الابحاث او بعض الناس اللي بتكتهد وتكتب يعني يقولك عمي خمسة كيلو وتقف لا هي الفكرة كلها مش فكرة خمسة كيلو احنا لو هنشبه الموضوع بعربية مثلا لو العربية دي مطورها بويز وانا جيت زقتها هي زقة بتاعتي هتمشيها شوية وهتقف لكن لو المطور شغال وزقتي هتمشيها شوية والمطور يشدها بقى وتجري هي دي الفكرة الحونة بتزقك الزقة محفز محفز ليك ده نفس الفكرة كلها في كل ما يخص العامل المساعدة في التغذية العلاجية او في عمليات نزول الوزن هي بتزقك الزقة وكل حاجة بتزقك بطريقة معينة في سكة معينة بقوة معينة صحيح تمام؟ وكل ما زادت القوة برضو عشان نقطة الناس تبعارفة النقطة دي مهمة جدا كل ما زادت قوة الزقة كل ما كانت فرصة رجوعك للوزن تاني بنفس السرعة وبنفس القوة هي دي الفكرة فانت الخمسة كيلو لا هي بتزقك فيه ناس تجيب معاها عشر كيلو في ناس تجيب معاها 15 كيلو لان هي ما بتخصصش هي بتنظم آلية معينة المفضل ان الآلية معينة دي تحطك على تراك نزول الوزن وبالتالي انت تقدر تستمر بعد كده او تعدي الفترة الصعبة اللي بتبقى في الأول وبتساعدك بصورة كبيرة جدا بسيما انت دايما سلاح الأمان مهم جدا في العمل المساعد لان للأسف أغلب أدوية التخصيص اللي كانت في الأول اللي هي بتشتغل مباشرة على التخصيص للأسف كلها سيئة وصمعتها وحشة يعني وقافلة كمان طيب الناس اللي بتاكل سكريات بشراحة شوية في السيزنز يعني في سيزنز مختلفة زي العيد مثلا في راس السنعة في رمضان الحالويات الشرقية وبيزيدوا وزن كبير قوي وهم في بقية السنة مزبطين هل ده؟ صعبة شوية بسنت خلينا متفقين لو شخص زيروا سكر وجيت وقلت له مثلا مش بقول زيروا ما فيش احنا صعب هو انت بتتدرد لكن طبيعي الحاجات الطبيعية فيه ناس دلوقتي مثلا سكر زي سكر ستيفيا سكر الحاليات الصناعية دلوقتي سكر ستيفيا ده ممكن يدخل للفرن يعني ممكن تعملي بيه معجنات وممكن يدخل للفرن وممكن تكليل بس طعمه مختلف عن السكر الطبيعي فالتغير في الطعم ده لازم يبقى فيه تغيره مش مرة واحدة بقية من تغيرت المزاج بالضبط ما هي دي الفكرة ده اللي أنا أقصده مش فكرة زيره سكر هو التدرج في ان انت تقدر توصل لمرحلة ان أنا ماجهة أقول لك كل بسكوتة فانت تاكل واحدة تيجي تاكل التانية مش قادر مش عارف أعمل ده هي دي نفس الفكرة لما انتك واحد بيشرب الشاي سادة تعالي حط له نقطة سكر هو هيستطعمها وبالتالي هقولك أنا مش هو قدر أشرب الشاي ولا حكس نموذج أنا شخصين عندي معرفة شخصية به لا هو شخص ما عنده مشكلة خالص انه ما فيش خالص قطعين سكر مجبوعة من الناس تعمل دايت قطعين سكر تماما لكن في وقت رمضان او كده في ناس بتضعف قدام الحلويات ما هو يبقى هو فكرة قطع السكر ما ينفعش زي ما قلت لك تبقى كده لمجرد انه دكتور رامي قال ان السكر تقطعه هو حاجة حلوة فنعمل كده لا الموضوع ما بيجيش كده تماما لازم توصل تدريجيا تنزل بواحدة واحدة زي ما قلت لك ان احنا مثلا دلوقتي مثلا هو بيحط معلقة السكر على كوبية الشاي الميت ميلي مثلا فانت ممكن تستعيد انك ايه تخلي المعلقة دي تبقى معلقة اللي ربع او نص معلقة على خمسين ميلي هتديك نفس الطعم وبعد كده تبدأ تقلل في عدد معلقة السكر وزود الكمية وتاخد بقى مساحة كبيرة زمنية ممكن توصل لشهرين تلت شهور طب دكتور اسأل حقيقينا على حاجة والسكر للضايت لأنا بكلم اللي انا هاخد مثلا بورتقال هاخد طفحي الحاجات دي دي بالنسبة لك برضو سكر ولا دي مفاش اي خطورة خلينا انا اعكس لك السؤال بطريقة مختلفة ليه بنمنع المنجة مثلا او العنب عن مريض السكر السكرها كتير هي نفس الفكرة كده انسولين ايه اللي بيلعبلي في لعبة الانسولين وإيه اللي بيعليلي سكر الدم هي دي الفكرة تصنيف اسمه كاربوهدريت كاربوهدريتس بيجي تحتيه مسميات كتير منها سكر وسكر الفكهة والنشويات والخضروات والسلطة كل دي بالنسبة لي كاربوهدريتس مصنفة نيجي بقى متخش جوه تلاقي تفاصيل كتير يعني تلاقي التفايح مختلف عن التين تلاقي العنب مختلف عن التوت الفرق ده القيمة الغذائية اللي بتطلعلي كفكهة بتديني قد ايه سكر في الدم هي دي الفكرة فلما تيجي تقولي انا هاكل تفاحية او هاكل كمترة مسلا او هاكل بطيخ او هاكل برطقان فانا كدكتور تغذية اقولك انا موافق ليه لان دمي بيطلع ليش كمية جولوكوز كبيرة او ما بيطلع ليش كمية سكر في الدم كبيرة تمام؟ معين السكر ده مختلف عن السكر الابيض الابيض اه تمام؟ بس هي ان تبقى في نفس الفكرة ان الجسم بيتعامل معها بطريقة مختلفة تماما غير لما شخص تيجي تقوله كل منجاية ليه المنجاية بتجيب اتنين بتجيب تلاتة ليه العنب انت بتقدرش تكتفي بعشر عنبات ليه العنبات متقدرش قدامك عنقود عنب لازم يخلص ليه؟ زي ما قلت لك انت بترفع لفل السكر معدل السكر الجسم بديك قدامه فانعايز على طريق يعني على كل حال احنا يعني اتمنى ادينا احنا من غير نقول حاجة ان اتمنى فعلا احنا ادينا المعلومات اللي حضرتك يعني قلتها وبنتمنى من الناس انه يكونوا استفادوا اكيد من الفقرة دي احنا دايما بنستفيد منك يا دكتور رامي وموصفين جدا لوجودك معنا على طول دكتور رامي صلاح الدين استشاري التغذية الى علاجية شكرا على وجودك معنا دكتور رامي انا بشكرك واوعدك انا شخصيا هبدأ بالالتزام بالكلام اللي حضرتك قلته ودايما منورنا في صباح الخير يا مصر الصباح الفن طيب كده مشاهدين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة في صباح الخير يا مصر كنا معاكم على مدار ثلاث ساعات انا احمد ابن الصمد وبسانت الحسيني ودينة شرف والى اللقاء في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر غدا في نفس الموعد من سبعة لعشرة صباحا اشتركوا في القناة